ان شاء الله نعمل هذا اللقاء هذا لان تذكر بعدما كانت هي من تصنع الذكرى عبر الصورة الله رحيمو كان صاحب عليها بس يتقبل المواطن حيث الناس كانوا دائما يقولوا لا هادك شي ده ده رجال وما رأس وهي بقى تكافح وتقرب ودح ودلبي الرغبة ديالهم اعمل هيدا حتى السطرز تصلب عليهم وقبلوها العودة الى تاريخ ما قبل الاستقلال لم يكن عالم هذه المرأة يختلف عن قارنتها الا ان الرجل سندها لتدخل عالم الصورة الى جانبه وتوثق تاريخا غني كانوا كي عايد طولهم الصحب كانوا كي على الصيف طولهم كي يمشيوا فمحمد الخامس حين جاننا هنا عاود مصوره الحسن الثاني صغير كان جاء وحضر في مدرسات الصفر وبنيتها تمحضرين الصيام عاود الصفر كان كي عايد تغير لها في كل مناسبات عاودية اللي كان جي تصور له في المناسبات دياله والشخصيات كاملين العمال وعبد الخالق طرس فعهد علال الفاسي كنت نقرأ في المسيد وكنا نشوفه الستوديو ونبدأ كل الوقت باقي من كنا نعرفه وين صارت ومالي مصوره تغربه كنا نشوفه السيدة مرأة نيقة بأهل التصوير نيول فلاتش ومسي ابو حرازانة ونشوفه كنا نتغربه لان كنا محافظين وكنا نشوفها كي يستدعوها الحفالات الأنشيطة اللي كتكون مثلا في العمالة لما كيجيش نصة ويزاري وشعزة كنت كتكون مية بتغطية الصحفية المرأة الاستثناء التي اختارت أن تكون السباقة لولوج عالم الصحف والتصوير ثانعتنا التاريخ بنون النسوة أصبحت طريحة الفراش الآن لتلقي على عاتق التطوانيات خصوصا ضرورة تذكرها كما منحتهن الذكرى ترجمة نانسي قنقر